ديون العالم قبل أزم التفشي كورونا كانت 250 تريليون دولار لأنها زادت بشكل كبير جداً بعد تفشي وباء كورونا المتوقع أن ديون توصل ل270 مليون دولار أرقام كبيرة جداً أنت بقى في البيت أكيد حصل لك بعض الوعكات الاقتصادية معاهم مع حضراتكم من اليوم ده الدكتور وليد جبالله الخبيل الاقتصادي عشان نتكلم ونشوف إزاي نحل وعكاتك في الاقتصادية أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا دكتور شفت الأرقام دي مرعبة لكن احنا النهاردة عايزين نتكلم مع المواطن المصري البسيط إزاي تخطى هذه الأزمة أول حاجة عايزين نتدي بها البنك المركزي كان عمل مبادرة في بداية انتشار الفيروس وقالوا أن هم هيعفوا الناس من سداد الأقصاد المستحقة بتاعة القروض وكمان هيأجلوا فوائد هيعفوهم ولا أجل يا دكتور هو خليني بس في البداية أشكر حضرتك بوجود مع حضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين ولما بنتكلم عن الاقتصاد في البداية لازم نتعامل مع الاقتصاد ببساطة المشكلة الاقتصادية منذ بدء الخليقة موجودة وتفضل موجودة على طول فمش عايزين الحديث على الاقتصاد يشكل لنا طاقة سلبية في حياتنا لأن دايما الرغبات وتطلعات أكتر بكتير من الإمكانيات وهذه سنة الحياة اللي قابلينا في الماضي أهلين كانوا يقولون إحنا كنا بنعيش على لمبة الجاز وكنا سعادة النهاردة إحنا عندنا رفاهية فهي الحياة كده بصف عام إحنا في أزمة وأزمة حياة لم يتسبب فيها أحد فيروس ما فيش عادي أي حد تسبب فيه للحكومة المصرية ولا أي حكوم كانت هناك محاولات المساندة في هذه الأزمة من ضمنها محاولة البنك المركزي ومساندة البنك المركزي أهم شيء قدموا البنك المركزي للناس هم حكتين الحاجة الأولى هي الجزء المتعلق بتأجيل الكروض تأجيل الكروض الأقصات المستحقة تأجيل الأقصات المستحقة للكروض بالكامل ولكن يهمني أن أنا نبه أن التأجيل مش مجاني البنك المركزي يعني مش إعفاء هو تأجيل هو تأجيل المدة الدين اللي أجلوها بقى هو هيأجل ست شهور أو على حسب الشخص ما يرغب لو حابب يقف عند شهرين أو حابب أنه ما يستفدش من ذلك يعني حد أقصى ست شهور بالضبط لكن لو المواطن عايز ما يستفدش بالعرض ما يستفدش لو عايز يخليه المدة تلات شهور يخليه تلات شهور لكن أقصى حاجة ست شهور عشان نكون بس الأمور تكون واضحة بس أنت قلت مش مجاني يعني إيه مش مجاني؟ مش مجاني لأنه هو إحنا من غير البنك المركزي ومن غير هذا القرار لو كنت توقفت على السداد كان هيكون هناك غرامات تأخير غير الفايدة وكان هيكون هناك إجراءات قضائية ضد الشخص آه بس مع المبادرة ما فيش غرامات؟ بالضبط مع المبادرة ما فيش غرامات ما فيش إجراءات قضائية ولكن نسبة الفايدة هتكون موجودة إذا كان القرار دا هينتهي بعد سنة هينتهي بعد سنة وست شهور فإحنا بنأجل بالنسبة الفايدة بتكون شغالة ولكن بدون غرامات تأخير وبدون إجراءات قضائية يعني قدر أقول للمشاهد أن حضرتك هيتأجل لك القصة لمدة ست شهور يعني ست شهور أنت معفي من سداد القصات بعد الست شهور ما ينتهي هتبدأ تدفع قصاتك عليها الفايدة بتاعت إيه؟ بتاعت ست شهور لكن أنت ما عندكش غرامات يعني برضا دكتور يشمجاني يعني مشاركة في الخصارة يعني بالعكس إحنا المفروض نشكر بنك المركزي على المنحة دي أنا يعني عافت الناس للناس كده 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 كتتتعص هيا هو في كل الأحوال أنت في الظروف الاستثنائية بيكون هناك مشاركة في الخصارة يعني هو الناس كل حد لازم يساعد لأنه هو البنك المركزي لما بيتحمل ده ما فلوسنا برضو يعني هي فلوس الشعب لما بيدعم مثل هذه الأمور هو بيدعمها من أموال الشعب دي الجزء الأولاني من المسألة لها الإعفاء اللي صدر بشأن أو يعني التأجيل صدر للقصد تأجيل آه فعلا الجزء التاني بقى من برد الجزء التاني مهم جدا وهو شهدات 15% إيه بقى شهدات 15% دي؟ لما البنك المركزي يخفض نسبة الفائدة في مصر إلى 9.4% ده معناه أنه هو بيسهل للمستثمرين و في القطاع الصناعي والسياحي أنه هم ياخدوا كروض تمشي أمورهم بسعر قليل لكن هذه النسبة القليلة كانت هتضر الناس هتضر المودعين ومنهم أصحاب المعاشات ومنهم اللي هم حطين قرشين في البنك عايش بيهم عايز يستفيد فالبنك المركزي من خلال البنكين مش عايز أقول أسميهم ببنكين الرئاسيين في مصر قدم شهادة بنسبة فائدة 15% فهتقال حضرتك بقى أن أنا بقودع بـ 15% لم أقولش أسمعهم ده البنكين وطنيين طبعا بانك مصر والبنك الأهلي زي ما أحب حضرتك البنك الأهلي والبنك مصر بيقدموا الشهادين دول بفايدة 15% فتخيل حضرتك أن البنك المركزي هو اللي بيتحمل الفرق برضو من فلوسنا يعني من فلوس الدولة لأن الفرق ما بين نسبة الفايدة تعبير لطيف قوي دي فايدة مدعومة فايدة مدعومة عشان الناس تاخد فايدة أعلى البنك المركزي بيدعم بيدعم الكثير من القطاعات أنا لما نبذي تكون نسبة الفايدة 9.4% لما بيقول للناس حط فلوسك في البنك وخط 15% يبقى الفرق البنك التجاري مش هيتحمله لأن البنك التجاري ده ملك مساهمينه البنك التجاري سواء الأهلي أو مصر أو غيرهم ما بيتحملش الفرق الفرق بيتحمله البنك المركزي مش بس ده المبادرات الكتير اللي أقدمها البنك المركزي للقطاع السياحي والقطاع التهيران والقطاعات المتضررة بنسبة أنه بيقدم كروض بنسبة فايدة أقل من 9% آه ده بالنسبة للقروض بالنسبة للقروض اللي بيقدمها وبرضو بيتم من ضمن المبادرات برضو اللي اتعاملت تقريبا اللي هي الإعفاء بتاع الناس اللي واخدى خروض له مشروعات زغيرة اللي هي مثلا في حدود المليون جنيه وتوقف عن السداد أعتقد أنه هو بيرغي كل الأضايا في حالة أنه بدفع جزء وبيعمل جدولة للباقي بالزبط بيكون هناك تفاوض هي الديون دي بيسموها في البنوك ديون رضيئة فبيكون هناك لما البنك المركزي بيصمه مبادرة بيكون هناك تفاوض مع البنوك التجارية اللي هما بيتحملهم هامش جزء من الخسارة والبنك المركزي بيتحمل الباقي إذن البنك المركزي من خلال سياسته النقدية بيكون عنده بيدعم إكراد بيدعم إداع بحيث أنه هو يحافظ على استقرار نجدي في السوق يساعد يعني إيه من أهم الأهدف كمان أنه لما بيدعم الشهادات 15% بتشجع الناس أن هي تودع الأموال في البنوك بتخفف الضغط على الدولار عشان الدولار يفضل مستقر فهي في كل الأحوال يعني إحنا طبعا طبعا المعاطن العادي يشعر بفكرة انخفاض الاحتياطي الأجنبي يعني مثلا إحنا عندنا انخفاض في الاحتياطي الأجنبي 9 مليون ونص 9 مليار ونص دولار دولار هل يعترى المعاطن عادي يشعر بها؟ لو شعر يبقى الدولة فشلت لكن هو دور الحكومة ودور الدولة إنه مشعر بس ما حدش شعر بها ما حدش حس يعني الأسعار زي ما هي في ظل الأزمة في حوافز وفي مبادرات من البنك المركزي يبقى معنا كده المعاطن مشعر؟ لأن بالتأكيد المعاطن مشعر إحنا كلنا لم نشعر لسبب إن الفجوة التمولية الدولة كانت حريصة حريصة على اتخاذ إجراءات استباقية النهاردة إحنا السياحة كانت بتدخل مليار دولار كل شهر العاملين بالخارج كانوا بيحاولوا إراد معين قناة السويس بتقدم إراد معين قناة السويس قالوا إنها ما تأثرتش بالجميع ما فيش حد متأثرش يعني أثرت طالما البترول قال يبقى وأصبحت التنكر السفن حاملات البترول مش مستعجلين إن هما يعدوا وممكن إن هما يلفوا في أماكن تانية وأصبحت الوقود بتاعهم رخيص يقدر يخليهم يعدوا من ناحية تانية ولكن كان هناك إجراءات قامت بها هاي قناة السويس علشان تحد من طيب كلهم بتأثروا والدولة مع ذلك يعني مجموعة القصدية في الوزارة عملت مجهود رائع جدا إنها تعدى بالمسألة بشكل كويس أيوة إنه إحنا لما حددنا الفجوة التمويلية على المدى القصير ابتدنا نحاول نعالجها نعالجها إزاي كان حاجة من اتنين يأما أعمل إجراءات تقشفية في المجتمع وأقلل المصروفات جدا جدا وده هينطق عنها بطالة لإما هنلجأ إلى المؤسسات التمويل الدولية علشان نسد الفجوة مصر مصر طبعا كان عندها يعني قدرت ما يقرب من 15 مليار قدرت تدبرهم ما بين 8 مليار الكاردين الخاصين بصندوق النقد الدولي وأيضا فيه 5 مليار طرح في السندات الدولية وبصدد أيضا فيه تفاوض على نحن نكمل الرقم 15 من مؤسسات أخرى بحيث أن احنا نستفيد من برنامج الصلاح الاقتصادي بقى لأن احنا النهاردة لما خرجين بمبرنامج الصلاح الاقتصادي وكل المؤسسات الدولية ومؤسسات التمويل بيتصق في الاقتصاد المصري يبقى أنا من حقي أن أنا أستفيد من عضويدي في تلك المؤسسات بأن أحصل على تمويل بسعر الخيص يعني أنا طب ده يهم المواطن العادي إزاي يعني المواطن العادي يهموا كل ده في إيه هل يأثر عليه هل المواطن العادي يشعر بكل الكلام ده ويحس في حياته الاقتصادية أنه مثلا في أزمة كورونا ما وقعش ولو أنه في ناس إن زنائت يعني حصلت بعض ظروف الاقتصادية عند بعض الأسر هل ده بيأثر على المواطن بالتأكيد هو بيأثر لأنه هو لما يعرف أن هو الاحتياط النقدي بيكفيه احتياجات أكتر من 6 شهور وأن الدولة قدرت تكفي الاحتياجات التمويلية ده بيؤدي إلا ما يكونش هناك مضربة على الدولار في السوق طالما ما فيش مضربة على الدولار والدولار لازال مستقر ده بيؤدي إلى أن المستوردين في الكثير الأسعار بتستقر الواردات وخصوصا مستلزمات الإنتاج لأنه الصناعة عندنا معظم الصناعة بتستورد مستلزمات الإنتاج خلينا في الفقرة التانية من اللقاء هنتكلم عن مستلزمات الصناعة أنا هترجم الكلام الاقتصادي ده لأن أنا أخط بالمواطن العادي هترجمه بقى للمشاهد شوف يا عزيزي حضرتك النهاردة في أزمة كورونا خدت إعفاء مش إعفاء تأجيل لسداد القروض اللي حضرتك واخدها يعني واخد حضرتك قرد مثلا بـ 50 ألف جنيه 100 ألف جنيه 20 ألف جنيه كامل رقم مش هدي المشكلة حضرتك هتاخد إعفاء من هذا من هذا القرد أو من الإقصاط بس خد باله بتمنوا بتمنوا يعني إيه مش هتدفع غرامات تأخير لكن هتدفع الفايدة بتاعة المدة اللي إيه اللي تأجلت دي تمام؟ يبقى دي أول حاجة كده حضرتك استفدت بيه الحاجة التانية إن في بعض البنوك مع أني البنك المركزي كان قرر خفض سعر الفايدة لـ 29% عليها الفايدة اللي حقيقة بتاخدها لكن في بعض البنوك خليتها لخ 15 ودي الدكتور راليد أطلق عليها فايدة مدعومة نطلع فاصل ونرجع عشان نكمل مع بعض يا طرع عملية كورونا في الأسرة المصرية اقتصادية